شركة ميسترالي اي اعلنت عن اطلاق نموذج مفتوح المصدر وهو ميسترال سمول 3.1 هذا النموذج اايم على نفس النموذج اللي تم بنائه من قبله هو ميسترال سمول 3 ولكن قدراته محسنة اكتر في معالجة النصوص وفهمه متعدد الوسائط والكونتكست لانس الحد 128000 توكنز ويتفوق على نمازج مماثلة زي جيما 3 وجيبي تي 4.0 ميني وبالنسبة لي السرعة بتوصل 150 رمز في الثانية اولا خفيف وفعال ممكن تنزله على الاجهزة العادية ولو كانت الرام بتاعتك 32 كيبيت هشتغل بشكل كويس جدا كمان زمن الاستجابة قليل ودي ميزة من مميزاته بيتميز هذا النموذج انه يقدر اتبع التعليمات بدقة كبيرة جدا بيساعد في المحاسات فهم الصور ايضا الجزء المتعلق بتخصيصه لي مجالات متخصصة لو انت عايز تعمله customization علشان يكون مستشار قانوني او دعم فني او تشخيص طبي تقدر انت تستخدمه في هذه المجالات بالنسبة لمسترال سمول 3.1 تم اصداره بموجة ترخيص Apache 2.0 وهو متاح للتنزيل من منصة هاجنجي فيس حطيلك الرابط في الوصفة اسفل الفيديو مشايزين الكارين كتير قوي على النموذج مسترال سمول 3 ولكن عايزين نجربه بشكل عملي يلا بينا ما ترحوش في اي حتة هحنا نرجعلكم مرة تانية متابعي قناة انفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وسحة وسلامة ورجعنا لكم مرة تانية علشان نجرب مسترال سمول 3.1 24B من خلال موقع اواجهة openrauter.ai حطيلك الرابط في الوصفة اسفل الفيديو علشان نجربه مع بعض اول حاجة هبتدي هنا اختار من خلال openrauter النموذج اللي هو مسترال سمول 3.124 لان في نمازج اخرى موجودة يعني انت لو رحت هنا بالنسبة لي السيرش موضلز هتلاقي فيه موضلز كتير جدا ممكن تجربها من خلال openrauter زي ما احنا شايفين ولكن احنا هنا بنركز على مسترال 3.124B وده اللي احنا هنجربه وحنبتدي هنا نشوف فيه خاصية الويب سيرش تفعيل الويب سيرش وفيه ايضا خاصية ان انا اعمل attachments هنا لحد اربعة في المرة يلا بينا نجرب مع بعض اول سؤال معينا هنا هبتدي ارفع اول ملف وحقول له analyze the provided pdf لخص ال content وركزلي على حاجات معينة وهنا هبتدي ان انا ادوس enter سرعة الاستجابة بتاعته عالية زي ما احنا شايفين واعطاني التلخيص introduction عن document detailed analysis structure and purpose دي الحاجات اللي طلبتها منه والkey strengths طلبت منه كمان انه هو يديني نقط القوة لان انا هنا قلت له انا عايزة حاجات معينة منها انه هو يركز على strengthss والweaknesses من ضمنها وايضا انه هو يديسكس relevance والimpact وحاجات زي ما قلتلكم خاصة بالملف نفسه هو هنا نفذلي الحاجات اللي انا طلبتها والweaknesses والrelevance والimpact واعطاني في الاخر conclusion زي ما انتوا شايفين والسرعة كانت عالية جدا في الرد تعال نشوف سؤال تاني هدوس new room علشان افتح شات هنا new chat هو new room هنا هبتدي ان انا اقول له create a 3D wide circle بتتحرك in 3D spaces ممكن اقول له dark spaces خليها بقى red circle مراضي هدوس enter تعال نبص على السرعة بص السرعة عالية ازاي هقول له بس put all codes in one text file مشانا اخذه على ال html viewer بسرعة حطه لي في ملف واحد اخده copy وحبتدي اروح احط الكود بتاعي وهنا ده 3D red circle بتتحرك في dark space زي ما احنا شايفين تنفيذ حلو جدا تعال نشوف حاجة تاني هبتدي ادوس new room وامتدي نجرب كتابة assignment لانه من المفترض انه هو كويس جدا في التعامل مع النصوص وده من الاسئلة اللي بحب اختبرها لما يكون النموذج جيد مع النصوص او يقال ان هو جيد مع النصوص في الجزء المتعلق به تنفيذ الانستركشنز او الاوامر اللي انا طلبتها في عمل الassignment ده خدتدي ادوس enter هنا الانتروداكشن المين بادي البنيفتس اوف اي اي ان هلث كير والريفرانسز اعتقد ان هنا الانتروداكشن الانتروداكشن من متين لتلتمية ممكن ااخد الجزء ده كده copy واقول له count the words in text انتو قد تقولكوين عملي هو هنا بيعد كلمة كلمة أنا عايزة التوتل فهو هنا بيعد كلمة كلمة فيش مشكلة نستنى نشوف كده النتيجة بيقولي أول كلمة إيه تاني كلمة إيه تالت كلمة إيه عدد الكلمات 200 و 2 هنا من 250 ل 300 هنا عدد الكلمات بالنسبة لإنتروداكشن 200 برضو أفضل بعض النمازج الأخرى اللي بتتزيني عدد وليل من الكلمات عالوا نشوف كمان حاجة تانية أروح عمل نيروم ولكن قدملي الأسايمنت بشكل جيد بشكل عام create a playable piano keyboard التاسك ده مش كل النمازج بتنفزه حلو هدوس enter مش هيحط لي الكود برضو كله مع بعض الغلطة بتاعت كل مرة يعني المفروضة أقول له put all quotes in one text put all quotes in one text file لكن هو سريع يعني مش هيخد وقت استنى بس لحد ما يخلص خالص وبص السرعة شور هحطهم لكلهم بص السرعة كبيرة قوي ازاي ودي سرعة أصلا بتميز مسترلي قوي بشكل عين حط دي أخده copy الكود ونروح نشوف تنفيزه مع بعض الأزرار شغالة حلوة على فكرة بس هو معرفش ليه الزرار الأسويت ده حطه لي فوق كده لكن الأزرار شغالة عادي جدا مش حلو التنفيز بتاع السؤال ده تعال هنشوف حاجة تانية السؤال بتاع تصميم العلامة التجارية أنا هنا بقول له مهمتك هي إنشاء موجز تصميم شامل لهوية علامة تجارية تصميم العلامة التجارية لوحة الألوان الطباعة الأسطوب المرئي نابلة الصوت شخصية العلامة التجارية الميزات الفريدة الاستراتيجيات الترويجية مش بطالة ولكن في نمازج عطتني إجابات أفضل من كده تعال نشوف حاجة تانية السؤال بتاع الجيم شو لو تفتكروه التلت أبواب باب وراء كنز وبابين تانين وراهم روتين فود فالمفترض إن انت اخترت مثلا دول رقم واحد فالهوس أو المضيف بيسألك حابب إن انت تغير لتنين بداله ولا لأ فهل دي يعني ميزة إن انت تغير فهو في الآخر خالص بيقول لك يعني ما قدم لكش أي حاجة ما فيش أي ميزة حتاخدها من الموضوع ده ودي إجابة لوجيك وإجابة صحيحة نشوف حاجة تانية هنا هقول له count the letter L in the word هذه الكلمة كم عدد ال L المفروض إن هم أربعة بيقول لي في هذه الكلمة L appears three times فين بقى three times؟ أنا عندي L واثنين L و L واضح إنه هو هنا شاف ال L واحدة فإنا النتيجة بتاعته مش جيدة زي ما احنا شايفين هقول ده كده بس معلش copy ctrl c السؤال الشهير R هنخلي دي strawberry كم R في el strawberry L2 هنا واضح إنه هو ما بيشوفش ال L2R يعني L2N لما يكونوا جنب بعض كده ما بيشوفهمش لإن هنا شايفه مرتين فقط شايف L2R مرتين فقط تعال نشوف حاجة أخرى الأبليكيشن الصغير لما بدخل country بيديني العاصمة بتاعتها أو الكابيتل بتاعتها حقا اشتركوا في القناة لانشوف اشتركوا في القناة كونتري كابيتال فايندر فرانس كابيتال كاريس كايرو تمام نفسدي الابليكيشن البصيدة توال الأخير لو لم يتم تطوير الانترنت في القرن العشرين كيف كان من الممكن أن تطور أنظمة الاتصالات العالمية هل بولي إذا لم يتم تطوير الانترنت في القرن العشرين ففي قطاعات حتى تأثر بشكل ملحوظ وهي قطاعة الاتصالات الصغيرة التجارة الإلكترونية وسائل الإعلام وأيضا الصحة والأمراض والخدمات المالية والوطنية جاءوا بشكل مختلف شوية على الشكل اللي بتقوم بيه بعض النماذج بالإجابة وده كان آخر سؤال معنا النهاردة جربنا مسترال سمول 3.1 24 بي أنا شايفة عايدي يعني نموذج مش بطال في أخطاءه في نقطة كويسة جاءوا فيها ولكن بشكل عام هو نموذج جديد تم إضافته من قبل مسترال AI وجربناه مع بعض وياريت أسمع رأيكم في التعليقات وزي بقولك في نهاية كل فيديو ما تنساش تدعمنا باللايك والشير وكومنت لو كنت من متابعينا الأعزاء لو كنت بشوفنا أول مرة نساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر